جميع الوظيفة العمومية بحال خارج السلاء بحال إحداث درجة جديدة بحال إحداث درجة ممتازة درجة استثنائية إلى آخرها كل شيء مرتبط مركزيا من موسى يقتاريحه وهو ينتظر آنذاك المراسلة للوزارة المالياء ومديرة إصلاح الإدارة من تتوافق له هذا السعال الذي بدأت يناقشه قطاعيا تتعطيه الأوكي ما كيش ديك التقاطية ديال الفصل تتقاط مي خاصة تعطيه أوكي لمن بعد تبدأت يتناقش قطاعيا ولكن في آخر سنة راتي تعرض في الحوار الاجتماعي في هذه الخلاصات اللي تتوصلوا له وذلك الاتفاق اللي تكون تولاة الأطراف بين الرئيس الحكومة والباترونة والزينيو ديال المركزيات النقابية إذا نبين في آخر المطاف بأنه امرأة 2024 قلوا اليوم تل 2024 تل 2024 بالنسبة لخارج السلة إذا رامشات الخارج تل 2024 وتل مايي 2023 تبدأ الجولة الأولى ديال الحوار الاجتماعي إذا من يتجوه تقول لك غضبة ديال بن موسى فعلا الغضبة في محلية من تغضب عليهم تشوفهم بعدنا تدير الشكل في العكلي تقلسوا في الوزارة تقولوا كلام تخرجوا برا عندك تقولوا كلام خر في الوزارة تقولوا كلام من يتجوه للصحافة تقولوا كلام وأهكيس وتبديوا غلطوا يضلوا في الناس تقول لهم الحوار وقافوا في الحوار نحن درناه ونحن غير نخرجوا أش من حوار قولي يا أش من حوار من الحوارات تتعني بي انت هادو ملفات خلابية باقي ما داخلين في التشح حوار أصلا رامنت نقولوا حوار تتقول لجنة تقنية تقالسين فيها ثم رأي تدي الله نقاش هذاك رأي نقاش مع الوزير في اللجنة العليا إلى أخير ما داخلينش في اللجنة تقنية ولا موضوعاتية إلى أخير باش تقول كتوف الحوار يلا تديروا باش يقبلوا لكم باش تناقشوا قطاعيا إذا هاد الحوار اللي انتو مدرق ضغم ديبزين عليه وديرين عليه العصاف الروادة راح أول مرة تتوقع هاد المشاكل ما عمرنا شفنا الوزارة مع النقابات تتبدأ حوار وتيكمل وتتكمل خلاصات دياله ومتيعلنوش عليها وتيجيبوا ميلف مطلبي آخر هاد راميك المطلبي اللي مكلف من عدة ميلفات وتيبدوا تيناقشوا فيه ويديروه كعصة في الروادة وبنادم الشغيلة وللناس كل شي تتخلطوا اللي ملارم تصحبوا بأن الاتفاق اللي بدوا وقعوا في 18 شنير وبدوا من سعود مارس 25 يوليوز بأنه هادكرا هو اللي تعطار هادكرا هو اللي متوافقوش فيه وهادكرا كمال مارسين خارجات مصادقين عليها لملك حال كل شي كمل نصوص تنظيمية والنظام الاساس هي قاعدة ناقشو وتاوه اش كانت تدير هذه اللجنة وهذا كل نقابات مني كانوا من سعود مارس 25 يوليوز كانت تديروا هذه اللجنة الموضوعاتية لمكلف مراجعة نظام الاساس كانت تدير كانت تلاب نظام الاساسي رانتهو منه نهار 22 أنهت اللجنة التقنية المشتركة الأشغال ديال اللي كانت في النقابات وصل للموذك الشي المسودة ديال المبادئ الاساسية ديال النظام الاساسي ذك الشي اللي غادي يكون هاد النظام الاساسي اللي غادي يكون جايز في أخير السنة وهاد نصوص تنظيمية وهاد مارسين التطبيقية رامقها عليها رامقها عليها وبصادقة عليها وموافقة عليها وكانت النقابات تحضر بين نظام وانتظام وغادي توقع عليها بثلاثة ومقالية أصلاً مسبقاً إذن هذا الشيء الذي ستنزل هو الذي ستنزل ومعارف الخلاصات وعادم المخرجات ومبغاوش يقولوها وجايبين تديرو لك ملفات أخرى وهي درجة الجديدة ودرجة الصياغة درجة غير مستكمالية للشرط النظامي وكاين بزاف درجة الأمور أخرى درجة الجديدة ودرجة المتازلة درجة تطا 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 هيدو بخوش يحلوا وموما ربطوهم مع إصلاح أنظمة التقاعد أعطيني أنا أعطيك الآن أعطين نحن يا أخي ملفات خلافية ملفات زالقة ملفات داك واللجنة دي الإصلاح لأنظمة التقاعد قال تخدام على راحتها ملفات ملفات الزالقة ستفاجئ الجميع بإصلاحات التي تنزل ويتتوافق عليها ويتتوقع بالإجماع لأنه عندهم مجلس مستشيرين ومجلس النواب وعندهم الأغلبية ستجدون ما يريدون بإصلاحات لأنه لن تدرس المقوق في دماغهم ملفات التاراكمية الملفات العالقة الملفات الزالقة الملفات الخلافية وقلوا لنا بعد هذا الاتفاق 18 ينري رجرته فيه في حين أن هذا خارج السلام يريد أن ينصفه فئة التي مستدفة والتي مستدررة في 2015 من يجد بن كيران ووقف التراقي بالشهادات التراقي بالشهادات لأن التراقي بالشهادات كان وقفت يعني هذا بسلاسة بسلاسة أنهم يعطوهم الحقوق وقلوا 1500 وقلوا 1500 هذا 223 ألف هذا يجدون مباراة ويجدون حتى لو كانوا يقوموا بإطار الأستاذ باحث إذا يجدون يعطوهم لهم مباشرة لا يجدون مباراة أو لا يجدون مباراة 1500 يجدون كلهم أستاذ باحث وخصوصا الناس الذين كانوا في الابتدائي كانوا يجدون أن نريد أن نقوموا بالنسبة للدكاترة أستاذ باحث لماذا؟ لكي لا يجدون الابتدائي هؤلاء الطبيب جنراليس يعملون هنا هنا إلى آخر بحل الشجوك إذا لكي لا يجدون يجدون التنوي لكي يغيروا الإطار ويستفدون من خارج السلحة من الأداء نريد أن نعطوهم إطار للأستاذ باحث ويبقوا عندنا في الابتدائي مثلا أما بالصفة عامة في جميع القطاع التربية الوطنية ويستفدون من أجل الظاق لهم يستفدون من أجل ويستفدون من أجل من أجل الأجل من أجل من تاريخ إطار الشهادة الماستر أيضا حقه ماذا؟ جنتي من تجي تقول لي انفتحنا خارج السلع وانتقدي ادل واحد اخر حقه لان هذه المادات المالية التي خصصت الوزارة التربية الوطنية انا معروفة كونستانت ما تتغير ما تزاد ما تتنقص اذا كذب عربعة الميل فات والعشرة الميل فات والعشرين ميل ماشي دكشة صلاحية لبن موسى ولكن من تجيب لي كانت السبب الرئيس كانت السبب الأساسي في هذه الملفة التراكمية في هذه الاختناق الترقيات جاءوا تقول لي واندوزها بمرسومه من 2015 وبأطار رجاء الى اخيره فهذا كلعبته بعينه لان هذا في 2003 تفتح باب الطرق للحادي عشر ليستفدو منه هذا الذي تقول لي خارج السلم على الأنقاض نحن لكنا محاصرين في السلم التاسع السلم التاسع كان محاصر محاصرين في السلم التاسع وداروا السلم التاسع في طورة الانقراض اعتمدو ترخيص استثنائي وطرقية استثنائية من 2003 في حدود اربع سنوات يعني طرقية استثنائية ما يجب أن تكون خاضعة على الكوطة هذيك الكوطة لا تدار غد ترتيب للأفواج كل ما يدوز في 2003 2004 2005 صدقنا متقاعدين 2003 2004 2005 ومستوفين للشروط لمدة ثلاث سنوات وتوحدات المناصب المالية لأزيد من ثلاث سنوات والدوها هادو دوزوا بها أصحاب الحضاعش لأن اعتماد المالية من يتيج الدوها الحضاعش ما يجعل الكويل وخص يدفق تلك كوطة باش يوفر هو باش يدوز الحضاعش هاد الخطأ الجاسيم لي دارته هادك الحكومات وهادك الأحزاب وهادك النقابات هي اللي خارج السلم الآن تقول لك حنا ندافع المستضعفين والمغبونين وداك الواقفات وهنا هادي وهادي وهادي اللي يريبوا التعليم هو من اللي قال لك يجيين بغين يبنوه اللي تسبو في الهضر المال ديال 4300 مليار هم اللي قال لك يجيين بغين يبنوه وعطوه لناس حقوق ديالها بعدها نحن الضحايا اللي قاعدنا في 2003-2004-2005 قاعدنا بالسلم التاسع عندهم خليتونا في حقنا دستول 11 الآن عندك محاصرين في العاشر جيت يقول لك خارج السلم ليس كنت يسبق هاد الملفات العالق او الزالق او الهم لك حل اللي باقي الآن اللي كانوا هم ضحايا ديالي ولكمتومة مني تفتح باب طرق 11 ما خاصوش تكرر الآن خاصت تايدو زوادو كاملين واللي يدبرو الروسهم معاكم في حين اننا رغتكون درجة جديدة لأصحاب المسار المياني المحدود أصحاب المسار المياني المحدود ومن يتنقولوا محدود رأوا اللي عنده طرقية وطرقيتين خلال المسار المياني ما شالي كانت عندهم شر عم ترعاق ثلاثة طرقيات ولا أربعة مستافد مع ثلاثة الملفات ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا يشوف الله يعلم ثلاثة الملفات فعدادهم مستافدين منه معاهم لجميع التنصيقية تشكل داخل المقارات النقابية قل يلا وجميع اللي على رؤوس ومؤثرين داخل التنصيقية تكونوا هما الأدرع هما القواعد للنقابات قل يلا علاش نفس الفئات اللي هي دائما تنصف الإجازة حاملة الإجازة خصا من التوظيفات من ثمانية وثمانين إلى الآن إلى ألفين وثلاثة بعدها القدام ثانيا الإعدادي أساتذة الإعدادي نحن نعود إلى الرجوع كل خطر يدخلوا شفئة قاما عندهم التنصيقية مكينين قاما في داكت تيفاج أوكرام دوغزين مليون سبعة وعشرين بحلف علفين وثلاثة عشرين مليون سبعة وعشرين كيف يجدوزه سينتي في انتي دابا غيدوا تاني متقاعدين تاني من ألف وستة تلافين وعشر متقاعدين سينتي في انتي تواحد ما كانت تقدر عليهم هنا من تباليك التدخلات القوية الحقوق تكون بالعداد بلو نومر اللي عنده اللي عنده المعرفة واللي عنده ابناء العاشية اللي ما عندهش خاصة تكون عنده العزيمة القوية وما يستسلم ليهم هادو نهائيا ويفضحهم يلا طوال هاد الهم تنبغوو ندير واشي حاجة تكون ديرها يوصلنا ثمانية وعشرين وباقي مكمناش وباقي مقلناش لك شل يبغي نقوله يا الله سنراجعوه في فيديو آخر ونحاولو نقربو أكثر يلا تبارك الله عليكم لا تنسوش بارتاج على النتاق الواسع حتى تعمل فائدة كترم الجيم ليكات الإعجاب وضغط على الجرس حتى يصل لكم كل جديد ودائما تحية نضاليا للأحرار والحرائر فقط لا غير الاخرين كأنهم لم يكونوا أبدا أبدا